وإحنا في الطريق قبلتنا أزمة سينة واللي بيحصل فيها اللي أقسمت حرقة نصر لأن الآن الشباب يقولولي في الوقت الجديد يتوضل عندهم الاسم فتاحهم مش محروق اللي عال عيرهم عن ند فطلعوا يحرقوه علشان اللي عال بيعيرهم أول ما الناس كلها ولا حد حصلوا حاجة إلا العليش الثلاثة وعشرين اللي خدوا إعدام سخنة الظلو يبقى يتظلموا أيام مبارك وأيام مجلساً عسكرياً ويام الدكتور مرسل رحنا دخلنا رح وابد من نجلس الشعب والشرين وكننا احنا شرى محلولين وكان الشرى مربوط كانش حد أرى عليه آه شعب محلول ومعنا بعض القيادات الدعوة كان الشيخ شريك والشيخ وطل الجباري وجلنا الشيخ ياسر وقعدنا مع القبائل وتواصلنا مع الناس المهندس جلال مرة وصل الاتفاقية هم إليهم مطالب وهيبقوا الدولة مطالب جراقيا جدا إن أولادهم الواخدين الإعدام يأخذوا إفراد إنهم يبقلوا الحق تملك الأراضي يتم توظيف أبنائهم محرمين من الوزاعة وفي المقابل هم قاعدوا يسلموا كل السلاح اللي موجود كل العناصر الأجنبية كل من يتعدى بعد ذلك على مصر هم يقوموا بتسليم بس قالوا من يقمن الليلة الكربة إحنا قدالهم إحنا لليبنان واتفاقنا من المهندس جلال مرة اللي يقرر هنا عندهم لحين تطبيق هذه المبادرة جئنا عرضنا المبادرة على الفريق السيسي فرح جدا كان وزير الداخلية له أحمد جمال قال ده مش ممكن ده حاجة ما شاء الله وإحنا كنا بنعملها المين ده أنت كنت رئيس مصر المبادرة بعد كده تم إطاف المبادرة منين وإزاي ما تعرفش وقفت المهندس جلال مرة لناس البدوا يتصلوا ليه وما يفعش معهم لعش وهو يتصل بالفريق السيسي ميروتش اللي هو أحمد جمال الدين ميروتش فين ردوا قالوا له الرئاسة لها رأي في المبادرة وقفت المبادرة بعد ما كانوا فرحين بيها اتشفنا أنهم بعتوا أخونا أنا بعد كده عرفت من أخي أحمد اللي هو بتاع الديناء والتنين اللي كان مستشار الرئيس راح هو أخي تاني عشان يعملوا المبادرة وتم إطاف المبادرة بسي ما كنتش كان يوقفت ليه لكن فهنده متأخر يوقفت ليه وقفت عشان التهديد اللي اتقال ما تقولش ده كان كائمة ده كان حقيقة الرئيس يخرج إما اللي في سيناء يحصل عشان أقول لك تفاصيل تاني مؤلمة من داخل الموضوع ده وإن اللي حصل تسيب فيهند أنا بس متأخر عن مبادرة حلائج وشلاتي